افهم المادة من عندي لأن راح اسوي لكم امتحان بنهاية المحاضرة هسا خليكم مياي راح اسوي لكم امتحان بنهاية المحاضرة هاي راح يكون اكد امتحان بسيط ان شاء الله و ان شاء الله احنا بل ايام جاية هم بين محاضرة و محاضرة امتحان محاضرة ومحاضرتين امتحان على الميت على الفورمة على الكلاس ايضا انزل لكم رابط وانتا تدخلون على الرابط تمتحنون امتحان وينطيكم درجة يعني حالة حالة اي امتحان اللي اريد منعتكم هاي الملزمة يا اخوان هاي الملزمة ما موجودة ملف في ديف مو تروحون تكفروني وطلعوني كافر تقولوني استاذ محمد خارج الملة الاسلامية ترى والله العظيم صايم ومصلي والله العظيم والله العظيم انا مسلم واخوكم وصايم يشهد الله وقرأ قرآنهم يعني مو بس مني الله يبارك فيك لا مو اكو اكو طلاب يقولولي استاذ الله يبارك لي اكو طلاب يقولولي استاذ انت شلون ما تنطل ملزمة انت تتحارب العملية التربوية انت يا اخوان هاي الملزمة في ديف ما اقدر اخليها ملف في ديف لو صارت ملف في ديف ان اكو ناس ضعفاء راح ياخذون الاسم الملزمة وياخذون تعبي وراح تكون موجودة ملف ملفات منتشرة بعدين انا اسألكم سؤال اسألكم سؤال الملزمة لما تكون ورقية افضل لو لما تكون بي دي اف والله العظيم لو نشرتها بي دي اف كلكم بذا نشرتها ملف بي دي اف فلا واحد من عندكم يسحبها فلا واحد وانا متأكد لذلك انا متقصد والله العظيم متقصد ما نشرتها ملف بي دي اف لان اذا نشرتها ملف بي دي اف راح تقرونها بالتليفون لو بالايباد وهذا الشي ما راح يخليكم تقرون المادة انا سحبتها وسعرها كل الزهيدة يعني بسيط مو مان انا سحبتها من المركز الله يبارك بيك الله يسلمك فوالله هي حتى سعرها يشهد الله ترى مو غالي يا اخوان فتقدر تطلب الملزمة هاي من المكاتب اللي موجودات عدنا واللي راح نشوفهم بنهاية المحاضرة وراح يكون اكو امتحان ايضا بنهاية الدرس فخليكم ويايا وخلي نبدي هسة وحدة وحدة واري طلاب ويايا يشاركون رجائن اري الطلاب شوية يعني تابعون يالله ستة اخلاص اقرينا اذا تقدرين اقرينا بالله بصوت عالي ذلك لا ارسل تقري؟ نعم ذلك ارسل ارسل هل تظهر احوان اقري ارسل ارسل نعم ارسل ماذا نحن عندما يتطلب بعض الوقت الوقت . عدد من في الموقع developمتع مخاطرات بعد الدكتور . فكرة نقصannya . بسمية ، بْيْ أَرْ كِيْ 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 أَرْ كَيْ أَرْ كَيْ لَعُنْ ومن هناك مani . لكي يتم أيضا . معظل وثيابات المواقع من الموضوع ado المواقع 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 شكرا جزيلا ست اخلاص طبعا شكرا جزيلا ست اخلاص على مشاركتك هذا يعني حقيقة أنا أحب طالبي ليشارك حتى لو عنده قراية قراية ضعيفة وعنده مشكلة بالنطق ولكن اللي يحاول ما راح يفشل اللي يحاول ما راح يفشل حتى لو كان عنده نطق غلط ولكن مرور الوقت هذه الخوفة والرهبة وهي طلاب إذا تقول لي تعالي قم اشرح أو اقرأ قدام عشر طلاب وجه يصير حمر ما يدبر يحجيها قدام خمس طلاب يعجبني الطالب مثل ستة خلاص هسه ما ما استحت وقرأت بشكل لها هل أنت أقدر نشارك؟ إن شاء الله هسه هسه أستابد هل هو وضعك بس يصف حسان على مدى شارك؟ هذي بالملزمة عيني هذي بالملزمة انت شوف الصورة ووقي ويانه على الصورة إن شاء الله شارك نعم فيا أخوان احنا حقيقة نحب مشاركاتكم انت اليوم اليوم آني حقيقة شوية راح اخذ من وقتكم إن شاء الله معزكم شي بالبداية أنا نسيت أقول لكم كل عام أنتم خير يا ربي إن شاء الله رمضان خير عليكم وهذا العيد خير إن شاء الله عالكل وعالأمة الإسلامية يا رب شاء الله الله يبارك بكم ويحفظكم إن شاء الله الله يتقبل لمنعتكم إن شاء الله الصلاة والصيام ونشوفكم إن شاء الله خريجين ومتعينين طيب فناخذ من وقتكم شوية أريد أتكلم لكم والله يا أخوان والله العظيم أنا مرات من أدخل المحاضرة وأشوف الطلاب أشوف الطلاب نايمين وما يشاركون وماكن متابعة أنا ما أقدر أكمل المحاضرة والله العظيم فيا أخوان خلينا شوية كل المحاضرة بيها تفاعل أريدكم تقرون أريدكم يشاركون تابعونه إياي هس إحنا راح نبدأ بالكونسيننت سيكونسيز اللي هي تتابع الأصوات الصحيحة طيب هس أنا قبل لا أبدأ بالمحاضرة خلينا أسألكم سؤال شن المقصود بالكونسيننت سيكونسيز مني قدر أقلوا شن يعنيها شن يعني تتابع الأصوات الصحيحة ممكن أجوا؟ يعني ناغم الأصوات الصحيحات واحد وراء الآخر طيب عاش تيديك خلني اسمع بألا من صابرين مرة أخرى نعم صابرين مالك تناغم أو تسلسل الأصوات الساكنة صح كلامك بس أريد أريد بعد يعني بعد توضيح أريد توضيح بلهجة عامية شن يعني تتابع ممكن أوضح أستاذ؟ آآآآآآآآآآآآآآ تتابع هل عريم الحنين عبد الرحمة؟ نعم ست اتفضل ستحنين؟ مو عله يجون واحد بصف ثاني هذا هو المقصود بهالكونسونون ent sequences ゴعون اللهم القسمية يا جاك واحد في الشارع وقفقال لك قلت ستدرس انكليزي واللك شلين يعني تتابعوب صحيح ما يقعد افتهمها قد قول لهذه� T со sv join صحيحين واحد يجيب صف الثاني نقول عليهم طيب خلي نسمع من مرتضى علي سلام عليكم مرتضى وعليكم السلام ورحمة شون اخبارك ان شاء الله زين كل عام انت بخير اولا الله يسعدك يا ربي استاذ مرتضى من يا جامعة استاذ مرتضى من جامعة البصرة قلية تربية القرنة حياك الله ورثنا الله يحييك اقرأنا بدون امر عليك اذا بدون اذا ما تسبب لك احراج ان شاء الله دكتور بس الموجودة قدامنا نعم هذي سيكونس 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 واحد بصفه الثاني بدون ما يجي بيناتهم صوت علّة تشوفون الـ P-L الـ play الـ play P-O نعم هذولة هذولة راح نقول عليهم consonant sequences طبعاً ليش consonant sequences لأنه واحد اجي بصفه الثاني وما اجي بيناتهم علّة ال-P وال-L هذولة تتابع ال-P وال-E فقط هذولة تتابع واضح لهنا؟ والله طيب وهنا يقول ملاحظة ولاحظ أنا قلت صوت مو حرف لذلك لازم نركز على الرسم الصوتي على حروف الكلمة يعني من أريد أسوي رسم صوتي دائما من أريد أسوي يعني تتابع أحاول ألاحظ الرسم الصوتي طيب خلنا أخذ مثال آخر نشوف كلمة ستريت ال-S الـ S-Consonant الـ S-Consonant الـ S-Consonant نعم الـ S-Consonant الـ S-Consonant الـ S-Consonant الـ S-Consonant والنوب علّة لذلك واش قايل؟ قايل C-C يعني قصده Consonant ثم V يعني فاول نجي على كلمة ستريت خلنا نشوف شن التركيب مالتها بالله من يسوي لتها؟ يلا عمر حميد عمر موجود؟ نعم بفتوح نعم بفتوح عمر حميد يلا عمر قرالي ستريت وقل لي شلون تكونت؟ شين منين بدأت؟ شيني سالفتها؟ حرف الـ S والـ E والـ R حرف كتابة يعني ش راح نقول؟ راح نقول C-C-C يعني كونسonant كونسonant وراهن شنوه؟ كونسonant نعم حرف علّة الـ E جيد وراهن؟ حرف صحيح كتابة لذلك اش قلنا؟ قلنا C-C-C-V-C يعني قصدي هاي الكلمة تكونت من كونسonant ثم كونسonant ثم كونسonant ثم علّة ثم كونسonant خلي نجي على كلمة ends ends خلي نشوف كلمة ends وخلي نشوف من يقدر يحلها لا موجودة بس النتيمك ضعيف احتمال آني صاح نعم الساب أجاب الساب أم لا تشوف؟ اه خلي نشوف ضي بالله خلي نشوف ضي حامد يلا ضي يلا ضي يلا ضي يلا ضي يلا ضي اذا اش راح تكون؟ راح تكون احسنت عاي شديدك اذا صارت فاول كونسonant 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 نجي على كلمة تيكست طبعا تيكست هاد هو رسم مالتها هاد رسم الصوتي مالتها خلي نشوف شل راح تصصين الت كونسonant اي فاول كي سي سو اذا هاي الكلمة كم تتابع اي جه؟ كم واحد من عندها اي جو؟ اربعة اربعة اصوات تتابع اربعة اصوات تتابع واضح ان شاء الله لها؟ مرحباً 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 بدايه لذلك نسميهم Consonant Sequences اللي لازم تقرأه واللي لازم تحفظه مهم جداً هذا التعريف تعريف الـ Consonant Sequences يجيك بالامتحان فراغ أو تعريف سؤال جداً مهم وهذه ملاحظات وأمثلة عندنا الـ P يجو وراء L الـ P يجو وراء L هذا Consonant لها Consonant Sequences ليش تميناه Consonant Sequences؟ لأن إجان الصوتين واحد بصفة ثاني بدون علّة مثال آخر على التتابع وهو ستريت الـ S و T و R الـ S تتابع الـ S ثم T ثم R ما أجي بيناتهم علّة واحد بصفة ثاني لذلك قلت عليهم تتابع بعدين عرفنا جينا نقسم الكلمة يا هي Consonant و يا هي Vowel واخذنا أمثلة وقلنا مثلاً عندنا كلمة Play الـ P Consonant والـ L Consonant وهذا الأخير علّة V فراح أصير الكلمة CCV يعني Consonant ثم Consonant ثم V نجعل كلمة ستريت أيضاً تتكون من Consonant وتتكون من ثلاثة أصوات Consonant لذلك صارت C طبعاً شنوه C يعني Consonant الـ V يعني Vowel يعني علّة Consonant يعني صحيح يعني صوت صحيح الـ V Vowel يعني علّة هذنّي لازم تعرف يعني أي كلمة من أجيب لك إياها لازم تعرف يا هي Consonant و يا هي Vowel اللّي لازم تحفظ حفظ هو شك وشيء أخذناه هسه واللي هو الـ Consonant تعريف الـ Consonant اللّي هو تعريف هذه الملاحظة وهذنّي الأمثلة ما لـ Play وجماعتها أيضاً ذنّي لازم نحظّن الرسم الصوتي وأيضاً أنواع الـ Consonant الرئيسية ذنّي جدّاً مهمّات هذنّي لازم ينقرن و يعني حفظاً أنواعه و حفظ مثاله على كل حاله انتبهوا عليّ السؤال يقول أستاذ محمد إحنا العلّة مو عندنا صوتين ليش كتبنا Vowel 1 ليش ما كتبنا 2 علّة مو هذا سؤالكم؟ ليش كتبنا ليش كتبناهم صوت 1 يجب إنّي جدّاً إحنا ذكرنا بأنه بأنه إحنا نعتمد على رسم الصوتي فهذي مو حرفين إي هذي صوت واحد هو صوت الإي ومو صوتين هذاني مو صوتين هذاني هذاني حرفين ولكن صوت واحد فإحنا منريد نتعامل نتعامل كرسم صوتي يعني بالبداية لازم يسوين رسم صوتي للكلمة ثم تسوين تعرفين ياهي الكونسلنت وياهي الفاول طبعا إنتو تقدرين تكتبينها ملاحظة وإنتو كيكم تقدرون تكتبونها ملاحظة إذا جاء حرفين في وسط الكلمة إذا جاء حرفين في وسط الحرف الإي يعني حرف وسط الكلمة فالرسم الصوتي تعتبر صوت وتكتب بهذا الشكل اللي هو هذا اللي شوفونا قدامكم اللي هو الآي والنقطتين كتبوها يمكن ملاحظة هاي الملاحظة كلش راح تفيدكم الملاحظة هذي جدا راح تفيدكم إنه دائما إذا إجاني حرفين حرفين إي دبل إي بوسط الكلمة أو حتى لو بالبداية عادي أو حتى لو بالنهاية إذا إجاني حرفين الإي بالوسط هذول حرفين الإي يكتبون بالصوت يعتبرهم صوت واحد وهو صوت الإي الطويل ها آثار هستفهمتين إن شاء الله آثار عمران الله يبارك ويتش طيب كتبول كتبول ملاحظة ثانية هستنطيكم مجال عيني كتبول ملاحظة ثانية حرف الأكس إذا جاء في الكلمة يكتب بالرسم الصوتي دائما وين ما تلقى الأكس بالرسم الصوتي بدون تفكير إذا جاء حرف الأكس في الكلمة نكتبه في الرسم الصوتي نكتبه بالرسم الصوتي حرفين الكي والاس إذا إجاني أكس بالرسم الصوتي أكتب حرفين حرف الكي وحرف الس فإحنا من أقول تاكست أكتب الكي ثم الس التاول تا والكي عفوا الكي والس إتعادل الأكس وضحت الفكرة لو لا نعم يلا يلا زيند حرف الأكس هذا تشوفين حرف الأكس هذا الحرف الأكس من تريدين السوي لرسم الصوتي تحولين إلى حرفين الكي والاس دائما دائما من يجيش أكس بالرسم الصوتي تحولين إلى كي واس أهلا وسهلا يا الله ها هسه انتبهوا عليه هسه راح 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 أسمى نفسي طلاب المرحلة الأولى طلاب المرحلة الأولى طبعا هسه راح اسأولكم عرض للشاشة خليكم وياها دقائق راح نمتحن إمتحان كلية نسوية هسه ونتعاون ونحل الأسئلة هسه راح نتعاون ونحل الأسئلة هسه راح نتعاون ونحل الأسئلة آن ياكم اللي خصصتها على هاي المحاضرة بتشوفون الشاشة أنتو هسه هسه هيا ترى طلاب المرحلة سميت نفسي طلاب المرحلة الأولى طيب الجامعة شسميها يا جامعة لا 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 راح أقول جامعة جامعة أبناء رافدين اه لا الله يمارككم طيب طيب أبناء ترى كلمة أبناء تشمل الذكر والإناس يعني ترى لعبكم بس طيب أبناء أبناء يعني أبناء يعني أبناء يعني أبناء فخاف الأخوات يقول إنها ليش طيب خليني جي على السؤال الأول يقول يقول كونسونت سيكونسيز يحدث بالفاول يقول الكونسونت سيكونسيز يحدث بالفاول يحدث بالفاول كونسونت صح لو غلط هسا أريد نعرف جواب هسا أريد جواب خلي بالله خليشوف التعليقات بالله عالقوا خليشوف التعليقات شو تقول بالله يلا خطأ خطأ يقول زين من يقول خلط ومن يقول صح خلط 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 خطأ خلط 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 خطation خطأ 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 فيه خطأ كمعنا على التقوير بالعلمة بالفاول اذا جواب غرط هاي علم مسئوليتكم انا مال علاقة جوابكم هاذه يقول بلاي بلاي هاي عيني احنا قلنا تتابع الصوات الصحيحة يصير بالفاول يصير بالفاول لا بالكونسينت المترجم للقناة يقول كلمة بلاي تحتوي على كونسلنت سيكونزيز في تقول لو انصح له غلط عاش اتيدكم صحيح تحتوي على السؤال الاخر يقول كونسلنت سيكونزيز هو تتابع من الاصوات صوتين لو اكثر ثلاثة لو اكثر ابرع او اكثر خمسة لو اكثر ايضا اكثر اطلاقين تحتوي على كونسلنت سيكونز عاش اتيدكم يقول انجر نعم الكونسلنت هذا موجود بالتعريف هذا السؤال هذا تعريف موجود يقول تتابع الاصوات الصحيحة هو عباره عن صوتين و اكثر ثلاثة و اكثر اربعة و اكثر لأ هو عبارة عن الثنين و فوق اثنين ثلاثة اربعة خمسة المهم يصير اكثر من الثنين هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لا لازم من الاثنين وفوق نعم نجي على كلمة أنقر يقول كلمة أنقر تتكون من ترى ما خذناها تونى قبل شوية بالكتاب أنقر فاول 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 بي سي سي أحسنتم هذا هو الخيار الصحيح طيب طيب تتابع الأصوات الصحيحة يحدث في مقطع واحد مقطعين ثلاثة أربعة موجود التعريف وان سنبل عاش تيتكم طيب أسا رح نجي على السؤال الآخر يقول كلمة ستريد ما تحتوي على كونسونت سي عافية عافية طيب تتابع الأصوات الصحيحة تقسم إلى تتابع الأصوات الصحيحة تقسم إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة موجود التعريف ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة 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 طيب تتابع الأصوات الصحيحة تقتل أربعة 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 ومنع فا độ ها حام فاไه أشارك عافية ها حام اربعة السحر أكو صوتين كونسنت واحد يجب في صف الثاني الب فالس ماكو غلط إذن هذي فالس إذن آخر آخر جواب هذا ما رح أجاوبلكم إياه تروحون تجاوبون هاي الأسئلة بالقناة نزلت لكم الرابط وروحوا جاوبوا وخلوا شوف شقد رح تاخذون درجة وأنا أنتظر بكم هنا